الموسم الفاضلة يتقدم فيها الإنسان إلى الله عز وجل ويسير خطوات في إصلاح نفسه في دينه ودنياه ومن الرشد والعقل أن يحافظ الإنسان على مكتسباته فكل رشد وفقت إليه في هذه الأيام المباركة من تركه رذيلة والسلامة من سيئة والاشتغال بفضيلة والعمل بحسنة فحافظ عليه قدر الإمكان وإياك أن تكون كما قال الله تعالى ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة فلا ترجع إلى الوراء بل تقدم إلى الأمام حافظ على أقل الحوال حافظ على مكتسباتك فأنت قد تقدمت بترك رذائل تقدمت بالتخفف من سيئات تقدمت بطاعات وإحسان الصلة بالله عز وجل فحافظ على ذلك بالتزود والاستمرار في الطاعة والإحسان وكثرة الاستغفار والحذر من أن تعود إلى ما كان من سيئ العمل ولذلك هذه المواسم حقيقة هي أشبه ما يكون بمواسم تربية وتدريب ويعانح على التحلي بالفضائل والتخلي من الرذائل فمن الرشد والعقل أن لا نعود بعد هذه المواسم المباركة إلى شيء مما سلمنا الله تعالى منه في هذه المواسم أو ربانا بما شرع من العبادات أن نتركها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاني من حديث البيه هريرة بل لم يدع قول الزور والعمل به فليس إلا حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ولذلك نحن دخلنا هذا الموسم وهذه الحقبة الزمنية نربي أنفسنا على ترك قول الزور على ترك العمل به رجع ما عند الله عز وجل فنواصل المسير إليه سبحانه وبحمده